السلام عليكم بجميع متابعين قناة هوشي ام ام اي انا احمد ورجعت لكم بفيديو جديد هذا الفيديو بيكون مش ديب دايف بس بيكون ثوتز وتوقعات مبدئية للنزال الاقرب لنا في العروض وهو نزال دستن بوريير المتحدي ضد اسلام مكاتيف البطل واليوم بتكلم عن ستايل كل مقاتل وفرصة كل مقاتل للفوز قبل القتال اكيد بتكلم في الديب دايف وطريق كل مقاتل للانتصار لكن في فيديو اليوم بتتكلم بشكل مجمل ورؤوس اقلام فقط فقبل ما ابدأ الحلقة لا تنسى في اللايك والسبسكرايب والشير شيرها لأي واحد محب للقناة القناة قاعدة تكبر بدعمكم بوجودكم فقبل ما نبدأ لا تنسى انك تدعمنا بأي طريقة ممكنة طيب نبدأ في النزال النزال المفاجئ النزال اللي ما احد كان يتوقعه النزال اللي اصلا كان اخر حسبان دانا وايت وهنتر ليش؟ لان اسلام مكاتيف كان مفروض يلعب مع جستن قيتي اللي كان مرشح كان مفروض يلعب مع الفايز من اولوفيرا وتسوروكين كان في كثير مرشحين اللي يلعبوا مع اسلام مكاتيف لكن الخبصة اللي صارت في UFC 300 غيرت جميع المفاهيم واوراق دانا وايت بخصوص هذا النزال كيف يا احمد؟ لان جستن قيتي خسر بطريقة مروعة وبالقاضي ضد ماكس هلوي الشي اللي يخلي يبتعد في الصراع عن اللقب من الناحية الثانية تسوروكين و اولوفيرا تسوروكين فاز بقرار سبلت دي سيشن رغم ان كلنا متفقين بان تسوروكين فاز بجولتين لجولة وحدة رغم انه كان في حكم ما ادري كيف كانت معاييره ما اعرف كيف كانت طريقة تحكيمة للنزال لكن متضح ان تسوروكين فاز بجولتين لجولة لكن بسبب قرارات السبلت دانا وايت قرر بان يخلي نزال تسوروكين لشهر عشرة ليش؟ لانه بعد النزال عرض كثير من الاقاويل قالت انه عرض على تسوروكين بانه ياخد نزال اسلام في شهر ستة لانه اسلام يحاب يكون اكتف ويريد يلعب شهر ستة تسوروكين رفض ليش رفض قال انه ست اسابيع لا تكفيني للتحضير ضد اسلام ماكسيف واعذره لانه يريد تقريبا من شهرين لثلاث اشهر عشان يحضر لنزال اسلام ماكسيف تسوروكين بهذا العقلية بيكون مقاتل شرز جدا على اسلام ماكسيف فدانا وايت لفت يسار داستن قيتي مات في القاضية لفت يمين اوليفيرا خسر من سوروكين تكلم سوروكين سوروكين يريد يلعب شهر عشرة من الخيار المتاح داستن بورير اللي فاز على بينويت سان دانيه ودانا وايت اقاويل بانه وعده وعد مبدئي بانه بيعطيه فرصة على اللقب اعطاه فرصة على اللقب هذا النزال قاعد يحدث في شهر ستة بنشوف هذا النزال تاريخ اثنين جون اللي هو اقرب موعد لبطاقة قوية انا ما اتكلم عن البطاقات التعبانة اللي امام هذا اقرب موعد لبطاقة قوية يا جماعة الخير خلنا نتكلم بشكل مجمل ورؤوس اقلامه كيف طريقة قتال داستن بورير كيف قتال طريقة قتال اسلام ماكتيف ناس ما انتو شايفين في الصورة اسلام ماكتيف يلعب سوثبا داستن بورير يلعب سوثبا الفرق الوحيد ان داستن بورير قادر على تغيير الستانس يقدر يلعب ارثو دوكس الرجل في السترايكينج عالم ثاني لو اتكلم ساعة ما اقدر اخلص من طريقة تعدد الضربات لداستن بورير من ناحية الثانية اسلام ماكتيف يلعب بسوثبا اصلا اسلام ماكتيف تأسيسه رسلر اسلام ماكتيف ما يقدر يغير الستانس الشي الوحيد اللي يتطور في اسلام ماكتيف منذ خسارته في 2016 هو طريقة الدفاع في السترايكينج نسمى انتو شايفين يا جماعة الخير الضربات داستن بورير متفوق بشكل كبير على اسلام ماكتيف ليش؟ لان داستن بورير بوكسر اصلا متأسس سترايكينج الرجل يحب يخلص النزالات من ناحية الثانية لاحظنا ان السترايكينج ابزورب 4.36 لداستن بورير هذه مشكلة عويصة لان اسلام ماكتيف لاحظنا ان عنده باور في الضربات خصوصا ضد فولكنفسكي وضد أولوفيرا الضربات اللي يتلقاها داستن بورير بهذا المعدل يعتبر كبير جدا من ناحية الثانية سواء انتو شايفين الضربات الممتصة لاسلام ماكتيف فقط 1.27 يا جماعة الخير اسلام ماكتيف بعد خسارته تطور كثير من الناحية الدفاعية كثير 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 تطور من الناحية الدفاعية حتى لاحظوا في السترايكينج اكيروسي اسلام ماكتيف متفوق وفي الديفنس ايضا اسلام ماكتيف متفوق طيبي احمد يعني في السترايكينج من تتوقع اللي بيسيطر على الثاني ببساطة يا جماعة الخير اسلام ماكتيف نقطة في ضعفه الشخص اللي تابع نزالاته يشوف اسلام ماكتيف لما حد يضغط عليه بشكل مباشر ويخليه تراجع الى الخلف هو عند حلين يا انه ينزل تيك داون عشان يبعد عن هذا الخطر يا انه يتلقى الضربات اسلام ماكتيف في نزال اولوفيرا وفولكنفسكي لاحظ اكتر من مرة لما يرجع للخلف يواجه مشاكل عويصة اسلام ماكتيف في الاسلوب الهجومي قوي جدا في السترايكينج لكن لما يرجع للخلف لما يرجع للخلف هذي اللي يواجه فيها مشاكل عشان كده نلاحظ لما اسلام ماكتيف في حسب الخطر والضغط يستعمل على طول اسلوب الرسلينج من الناحية الثانية داستن بوريير قوي من ناحية الرجوع للخلف ومن ناحية الهجوم مشكلة داستن بوريير بانه يسمح لك بانك انت تضغط عليه ضد اسلام ماكتيف هذا الشيء ماينفع ليش لانه اسلام ماكتيف لو ضغط عليك يا داستن بوريير وخلى ظهرك للقفص بينزل تاكداون والجيلتين اللي انت تحاول دائما دائما انك تطبقها على الخصوم اسلام ماكتيف صعب انك تطبقها عليها ليش لان اسلام ماكتيف في حال قرر انه ينزلك تاكداون عادي يستعمل الكلنش عادي يستعمل مش شرط يستعمل هذي نقطة قوة اسلام ماكتيف وفي حال قرر اسلام ماكتيف بانه ينزلك دابل ليك ولا سنجل ليك مش فارقة معاه ليش لان رفضة الكلتين اللي انت ربطتها يا داستن بوريير ما نفعت مع جميع المقاتل اللي انت واجهتهم في السابق منهم بنوان تسنديني منهم حبيب نورما كوميدوف فما اعتقد بتقدر تطبقها علي اسلام ماكتيف الا لو كانت محكمة وهذا من سابع مستحيلات الرجل اسلام ماكتيف اصلا في تحضيره للقتال بيكون محضر لهذه الكلتين فاذا افترضنا ان نزل دابل ليك مستحيل تخضعه واصلا اسلام ماكتيف في طريقة اسقاطه للمقاتلين لامامه دائما ما يفضل استعمال السامبو دائما ما يفضل استعمال الكلنش فدستن بوريير انك انت تخلي اسلام ماكتيف يضغط عليك في القتال هذه مشكلة عويصة من الناحية الثانية اسلام ماكتيف نفس الشي اذا خليت دستن بوريير يضغط عليك في القتال كمان مشكلة عويصة المقاتل اللي يريد يفوز في النزال ببساطة ببساطة بشكل مجمل لازم يضغط على الخصم الثاني اللي يضغط بشكل صح ويقطع خطوط الهروب للمقاتل الثاني بيفوز بالنزال بكل بساطة المقاتل اللي تراجع للخلف ويسمح للمقاتل اللي امامه انه يهجم عليه بيواجه مشاكل سواء اسلام ماكاتف اذا سمح لدستنفوريير يهجم دستنفوريير بيستعمل كومبو والبوكسنج ويمكن يواجه مشاكل يبلع نوكاوت لاننا لاحظ ان اسلام بلع نوكاوت في السابق من الناحية الثانية دستنفوريير اذا سمح لاسلام ماكاتف انه يتقدم بيواجه مشكلة بانه يدافع عن السقاطات حتى لو رحنا يا جماعة الخير شوفوا لو لاحظنا آخر خمس نزالات لكل مقاتل فاز على هوكر فاز على غرين فاز على أولوفيرا فاز على فولكا نفسكي مرتين يا جماعة الخير وأزيدكم من شعر بيت إسلام ماركتيف حاليا واصل إلى 11 إلى 12 سلسلة انتصارات متتالية لو لاحظنا سيدل جاستن بوري خسر فاز على ميك ريقور خسر من أولوفيرا فاز على شاندلر خسر من قيتشي فاز على سيندي معناته في آخر خمس ست نزالات خسران ثلاث مرات يعني نص هذا شي رجح كفة إسلام بكل سهولة أصلا أول ما أخذ إسلام الفايت جميع الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي توقعوا فوز إسلام لكن أنا أتوقع إذا إسلام سمح لدستن بوريير بأنه يضغط عليه ممكن يواجه مشاكل دستن بوريير مش لقمة سائقة صحيح أنا أرشح إسلام في القتال لكن دستن بوريير بالنسبة لي مش لقمة سائقة لأي مقاتل وعلى فكرة النزال من خمس جولات المقاتلين لو تلاحظوا الأفراج فايت تايم إسلام تسع أبوين ستة واربعين تسع دقائق وستة واربعين ثانية دستن بوريير تسع دقائق وثلاث وخمسين ثانية شو معناته يا أحمد معناته كل المقاتلين ما عندهم مشكلة بإنه يوصلوا للراند الثالث الرابع الخامس صحيح أن الأفراج تايم هنا دقيق دقيق جولتين لثلاث جولات لكن الاثنين ما عندهم مشكلة بإنه يوصلوا لخمس جولات إسلام ماكتشيف وصل مع ذول كونفسكي لجولة الخامسة وصل أيضا مع مقاتل من مقاتلين اللي واجههم ضد هوكر إلى الجولة الرابعة وخلص عليه من ناحية ثانية دستن بوريير في كثير من القتالات ووصل للجولة الخامسة في كثير من القتالات واحد منهم ضد هوكر خلص خمس جولات فالاثنين ما عندهم مشكلة يلعبوا خمس جولات هذا بالنسبة لنزال المين إفنت كلام جاكل مجمل ننتقل على نزال الكو مين إفنت اللي بيكون خرافي يا جماعة الخير بيكون بين سوني شتريكلاند ضد باولو ذي إريزر كوستا قتال يا جماعة الخير هل الاثنين عندهم فرصة على اللقب؟ لا هل الاثنين بينافسوا على اللقب؟ لا هل الاثنين مرشحين للقب؟ لا طيب يا أحمد إيش الحماس في هذا القتال؟ كل المقاتلين يا جماعة إذا لاحظوا ستايل هذا وستايل هذا بتعرفوا أن هذا القتال ممتع جداً ليش؟ باولو كوستا يملك 14 انتصار ثلاث خسائر ستريكلاند يملك 28 انتصار ثلاث خسائر لأن أحد طبعاً فرق الخبرة في القتالات شاسع جداً لسوني شتريكلاند إذا لاحظنا الأفرش تايم يا جماعة الخير سوني شتريكلاند 15 دقيقة و 12 ثانية إيش يعني؟ سوني شتريكلاند أصلاً دائماً في قتالاته ما يحبذ أنه يذهب لقرار الحكام باولو كوستا دائماً ما يحبذ بأن يخلص قتالاته لكن لاحظنا آخر القتالين لثلاثة لباولو كوستا الرجل ما عنده مانع يلعب ثلاث جولات خمس جولات كاملة ضد روبت وتيكر لعب ثلاث جولات كاملة ضد روميرو لعب ثلاث جولات كاملة ضد فيتوري لعب خمس جولات كاملة فالرجل ما عنده مشكلة يلعب لخمس جولات من ناحية الثانية سوني شتريكلاند أصلاً أسلوبه جمع نقاط أسلوبه يعتمد على جمع النقاط كوستا يلعب أورتدوكس شتريكلان يتلعب أورتدوكس طريقة قتال باولو كوستا تعتمد أكثر شي على العنف وتعتمد على العشوائية من الناحية الثانية طريقة قتال سوني شتريكلاند تعتمد على البوكسينج 100% فإذا لاحظنا مثلاً تلقي اللكمات لكل مقاتل فكوستا يتلقى اللكمات أكثر من ستريكلاند لكن أيضاً معدل ستريكلاند عالي 4.33 تلقي اللكمات إذا لاحظنا الاسترايكينج أكيروسي كوستا يتفوق بشكل شاسع على استرايكينج أكيروسي وأيضاً في الديفنس استرايكينج يتفوق على باولو كوستا ليش؟ لأن استرايكينج أسلوبه بوكسينج يعني يعتمد دائماً بحركة الشيل على الدفاع أكثر من الهجوم كوستا ما عنده مشكلة يتلقي الضربات أنت بتضرب بيستلم ضربات لكن في المقابل بيلقي عليك الضربات يعني ما عنده مشكلة يخلص عليك بمقابل بأن يتلقى العديد من الضربات هذا بالنسبة لأسلوب كل المقاتلين لو لاحظنا آخر خمس نزالات فكوستا فايز على روميرو خسران من أديزانيا خسران من فيتوري وفايز على روكوند وخسران من ويتكر يعني في آخر خمس نزالات خسران ثلاث نزالات ويتكر سوري كوستا طيب يا احمد كوستا خسران ثلاثة نزالة في اخر خمسة شو اللي يخلي الفايت ممتع ليش دانا وانشت اصلا يحجب مع سينش لك لانا يا جماعة انت خير كوستا في نزالة ضد روميرو في نزالة ضد اديزانيا خسر بطريقة يعني واضحة لكن في نزالة ضد فيتوريو في نزالة ضد ويتكر صحيح خسر باجماع الحكام لكن كان هناك منافسة كان كوستا يقدم ادارة خصوصا ضد روبرت ويتكر اللي يعتبر واحد من اسوأ المقاتلين اللي انت ممكن تواجههم في الديفجن فكوستا في هذه القتالات كان ممتع جدا ما عاد طبعا قتال اسرائيل اديزانيا اللي احنا شاهدنا في كورونا ايش سوى في اتر اديزانيا ايضا اذا لاحظنا سجل ستريكلاند خسران من كانونير فايز ثلاثة نزالات واربعض وايضا خسران من توبلسي يعني في اخر خمسة نزالات خسران من زالة اللي يخلي هذا الفايت ممتع ان ستريكلاند دائما ما يعتمد على حصد النقاط للفوز بالقتال من الناحية الثانية باولو كوستا دائما ما يعتمد على انهاء القتالات مش حصد النقاط انهاء القتالات فانت بتسأل نفسك على طول سؤال في الكومين ايفنت من ستريكلاند وباولو كوستا هل القتال بينتهي بقرار الحكام لستريكلاند ولا القتال بينتهي بالانهاء لباولو كوستا لاننا نحن بنعرف ان باولو كوستا مية بالمية بيحاول ان يخلص النزال من ناحية ثانية ستريكلاند بيحاول قدر المكان بان يصر قارو الحكام من ترشحي احمد حاليا مش نفس داستن فورير واسلام ماركاتف مش واضح برشح منه انتظر لكان بيخلص نشوف فايت ويك نشوف البرس كونفرنس وبعدين بننزل فيديو بنتوقع المرشحين لهذه القتالات هذا بالنسبة لتحليل القتال من مين ايفنت وكمين ايفنت اللي تصدرها اسلام ماركاتف و داستن فورير وتحتهم على طول روبرت وتكر سوري شون ستريكلاند وباولو كوستا كان معاكم احمد يعطيكم العافية على المشاهدة ان شاء الله في فيديوهات قادمة بنتكلم عن تحليل نزالات اخرى بتحدد في شهر ستة لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير انشرها لاي واحد مهتم بهذه القناة ولا تنسونا من دعمكم سلام